كل الشكر والتقدير لزميلة جواهر النقيب على هذا التقرير المميز واللي بدوره سلطت من خلال هذا التقرير أكيد على صناعة جميلة وهي صناعة الدمى من هذا التقرير مشاهدين ننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة وكثرة الخلافات الزوجية ربما تؤدي وتؤثر بشكل كبير على نفسية الأطفال ونفسية الأبناء وربما يكون الانفصال هو الحل ولكن كيف نتعامل مع الطفل هذا بعد الانفصال هذا ما سنتعرف عليه مشاهدين معكم من خلال ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عبدالله هاشم درويش مدرب تنمية بشرية يا هلو يا مرحبا بك حياك الله أستاذ عامل وحيا الله لمشاهدين الكرم الله يسلمك حياك الله ربما ذكرت في المقدمة كثرة الخلافات تؤدي للكثير والعديد من المشاكل التي بدورها تؤثر على الأبناء ربما يكون الحل في الانفصال ما بعد الانفصال كيف نمهد للأطفال هذه الفكرة ربما تكون صادمة أستاذ عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلاة السلام على رسول الله دائما نحن نسعى إلى استقرار الأسرة بس لو صاروا حدث الانفصال وصار الانفصال كيف نحن نتعامل مع الموقف هذا نتعامل مع الموقف قبل ما نبدأ بالأبناء لازم نبدأ بأنفسنا نحن أننا نعيش هذا الواقع أن هذا الشيء حصل ونحن نعيشه اليوم وأن أبناءنا لازم يعرفون شو وضعهم الحالي ما يعيشون على ما أقول كلمة غش بس ما يعيشون على تمثيل أن الأمور طيبة وأن الحياة ما فيها مشاكل وأن لا أمنا وأبونا موجودين بس شوية مشاكل بسيطة بترجع نحن الآن مش في مرحلة مشاكل بسيطة بتنحل نحن في مرحلة صار فيها الانفصال صار فيه واقع يديد في الأسرة صار فيه أسلوب يديد للتعامل صحيح فلازم نحن كأولياء أمور أن نكون عايشين هذا الواقع الشيء الثاني لازم نسأل شو احتياجات أبناءنا في الفترة هذه نعم دائما الأبناء يحتاجون إلى رعاية واهتمام يحتاجون إلى وجود الأبوين معا يحتاجون إلى أن أنا أكتفي بمشاعري وأخذ المشاعر والحاسيس اللي أنا أريدها من أبوي ومن أمي صحيح هذا في حال أن ثنينتهم موجودين بعد شوية بنتكلم إذا واحد فيهم ابتعد وقال أنا ما لي دعوة في المو فإذا الثنينة موجودين لازم نحن نفهم أن مشاكلنا وخلافاتنا بين الزوج والزوج أول بين الرجل والمرأة بعد ما انفصلوا الأبناء مالهم دخل فيها فنبدأ أول شيء في أننا نحن نعيش هذا الواقع الشيء الثاني نبدأ نشوف شو هي احتياجاتهم الشيء الثالث لازم نحن نحن كوريا أمور نقول لهم شو اللي صار نعم ما بدنا ندخلهم في التفاصيل بس نقول لهم أنه صار الأنفصار هذا الشيء صار كان خلاف بين الأب والأم أنتم مالكم دخل فيه أبوكم موجود دائما أمكم موجودة دائما تقدرون تتواصلون معاهم الخلافات اللي صارت لازم يعرفون لازم يعرفون لأن كثير من الأهالي شو يقولون لا تخبرونهم خلى هذا اللي أنت ما بتخبره أول شيء هو يستشعر هالشيء ويشوف ويحس بالتغيرات ويحس بالتوتر والمشكلة الأكبر أن بيطلع لك شخص من العائلة من الأسرة من الأصدقاء بيخبره ما تضمن شو الطريقة اللي بيخبر فيها صحيح ما تضمن شو الأسلوب اللي بيوصل للأبناء أنت أدرا في أبناءك وأنت تعرف تتفاهم مياهم يمكن أن يكون شخص مثلا من العائلة ويقول أن شو تبهم فيه خلاص انفصل وراح طيب أنت بالنسبة لك أنت زعلان عليه بس هذا أبوي ولا هذي أمي أنا ما أرضى أن أحد يتكلم عليهم بأي طريقة فالأفضل أن نحن كوريا أمور نقول لهم نعم في الفترة الأولى بعد الانفصال ربما نشاهد وخاصة إذا عرف الطفل فكرة الانفصال ربما يعني تصدر منه سلوكيات ما هي أبرز هذه السلوكيات وكيف نتعامل مع الطفل خاصة في الفترة الأولى في هذه الفترة تختلف السلوكيات باختلاف شخصيات الأبناء قد يكون شخص يعني خلنا نقول أو الطفل يكون عصبي وردات فعلة جدا قوية المشاعر تكون جدا يعني من فعلة ومرتفعة عنده وقد يكون طفل ثاني ساكت وهذا يمكن أخطرهم لأنه ما يعبر ساكت والصمت وما يرغب في شي ويرغب أنه يبتعد وقد يطلع واحد من الأطفال يبيل فت الانتباه وقد يطلع واحد منهم يبحث عن المشاعر هو فاقد منه فاقد الأب تلقينا يصير عند الرياي الكبار اللي موجودين في العسرة أو في العائلة صحيح يسلم عليهم ويلوي عليهم وإذا مثلا أنا شفت أنه يلاعب عيالي أسير أن يلاعبني أنا إذا شفت أنه مثلا بيطلعون أبا أسيروا إياهم أو إذا كان فاقد الأم صحيح أسير عند الحريم اللي موجودات في الأسرة أو في العائلة ونفس الشيء أبا المشاعر اللي أنا فاقدنها أحصلها هني أبا المشاعر اللي أنا يعني انشلت عني فجأة بدون ما أنا أشعر بهذا الموضوع وبدون تهيئة مسبقة أحتاجها فأبا عوضها بأي طريقة فالسلوكيات تختلف باختلاف شخصية الأبناء هنين نحن دورنا ووايد مهم دورنا أول شيء لازم نفهم كل واحد شو شخصيته وكيف سلوكه الشيء الثاني نعطي فرصته بس في نفس الوقت ما نخلي يعني حد من الناس ما يعطي فرصة للطفل هذا أن يعبر عن زعلان مثل ما أنا زعلان ترى هو زعلان مثل ما أنا مضضيج هو مضضيج الشيء الثالث ما نلقي باللوم على الوضع يعني ما سوى في عمري واستوار الانفصال وانتو مو بمساعديني ومثلا الطرف الثاني ما قدرني ما نلقي باللوم عليهم الشيء الرابع أي شيء جديد يحتاج لتهيئة تهيئة قبل الانفصال تهيئة أثناء الانفصال تهيئة بعد الانفصال صحيح كل شيء جديد صحيح نعم كل شيء جديد يحتاج إلى تهيئة مننا نحن فالشخص اللي بيتعامل مع الأطفال في أثناء الانفصال مهم جدا أنك أنت تركز على ردة فعله تعرف شو احتياجه تبدأ تهيئة للمرحلة اليديدة وحط في بالك أن المرحلة هذه تاخذ وقت نعم تعرف شو أستاذ عبد الله المشكلة تكمن في بعض الأسر أنهم يتناقشون في هذه الخلافات يعني مع بعضهم والطفل يسمع الطفل من بينهم ولكن ما يدخلونه في هذه الخلافات ولكن هو يسمع مثلا أبوه كذا والد فلان مثلا كذا ويطلعون كل العيوب وكل المشاكل اللي حصلتهم بينهم الطفل يمكن في هذه المرحلة يدخل في حالة نفسية ما بنلاحظ بالكلام ولكن بنلاحظ من خلال تصرفات الطفل وسلوك الطفل كيف يمكن لبعض هذه السلوكيات اللي قد يعني يتصرف بها أحد الأطراف سواء الأب أو الأم على نفسية الطفل شوفي سؤالك ووايد مهم ووايد عميق موضوع أني أنا ما أراعي مشاعر الطفل أو لأني أنا زعلان لازم أقول كل شيء واللي في بالي بقوله غير صحيح نحن قلنا قبل شوية أن نحن نعبر ونخبر الأبناء بس نخبرهم بالطريقة اللي تناسبهم وبدون هجوم ومهما يكون نحن قلنا قبل شوية هذا أبوه ولا هذي أما شو ما كان نوع الغلط شو ما كان السبب ما يستوي أني أنا أتهجم عليهم بالعكس أنا أقدر أعطي المعلومة للطفل الصغير على قدر عمره وبعدين أبدأ الدرجة في أني أنا أرفع المعلومة له أو أزيد أو أعمقها الشخص الكبير يكون فاهم بس في نفس الوقت أنت لا تضطر الطفل هذا أو الشاب اللي موجوده أنه يواجهك يعني مثلا إذا أنا اليوم يأتي وقلت كلمة سيئة عن أبوه أو عن أمه طيب يمكن يسكت أول مرة يمكن ثاني مرة بعدين يبدأ يبدأ عدم رضاه ويمكن يكون تصرفه ما يرضينا نحن للأسف أن بعض الناش يرى فيهم أيوة أنت واقف في أبوك ضدنا وأنت واقف في أمك ضدنا فلا هو مبكري هو في النهاية ما راح يرضى بهذا الأسلوب وبعدين أذكر في مرة من المرات التأثير ما طلع في البيت على بعض الأبناء يوم مستوى الانفصال التأثير وين طلع طلع في المدرسة وفي الشارع في المدرسة مستوى الأطفال نزل بشكل كبير بعد ما كانوا شطار بعد ما كان مستواهم الدراسة وتحصيلهم العلمي عالي فجأة مستوى تدهر دور في المستوى التعليمي في البيت كانوا عاديين ولا كانوا مستويشي والتأثير الثاني يطلع في الشارع أي زميل لها أي شيء بيسوي له مشكلة بيضار بياء النرفزة هذه موجودة عنده فأنت لا تحط ببالك أن يعني خلنا نقول التأثير بيكون بس مداه في البيت لا قد يتعدى هذا المدى للشارع للأقران والأصحاب في المدرسة قد يأثر على مستقبل يمكن يأخذ قرار أنت ما تقدر أنك بعدين ترجع فيه في الوقت اللي أنت مشغول بمشاكلك الأسرية وبمشاكلك مع الطرف الآخر أنت هنا ستفرط في أبناك يمكن يوصلون لمرحلة ما تقدر ترجعهم ويا ما سمعنا من أو شفنا حالات مثلا قد يكون يدخل في قضية أو في مشكلة أو لا سمح الله في إدمان بسبب انفصال الأب والأم وما في حد يتابع هم منهمكين في مشاكلهم وحتى للأسف في بعض العلاقات الخاطئة لأنه يلقى شخص يحن عليه برا يلقى شخص يعطيه ويعوض المشاعر هنين نحن يوم نقصنا دورنا في الأسرة أبنائنا ليس أول شيء ثاني نعم أبقى أتكلم وأصلت الضوء كذلك أستاذ عبدالله على نقطة جدا مهمة أهمية تواجد كلا الوالدين في حياة الطفل بعد الانفصال كثير نسمع للأسف من أن الأبناء يقولون مثلا من يوم حدث الانفصال بين الأم والأبن أنا ما شفت أمي أو أنا ما شفت أبوي كيف ممكن لهذا الانفصال أو هذا الغياب لأحد الطرفين أن يؤثر كذلك شوف أنا بجاوب على السؤال من شقي الشق الأولي إذا الطرفين مستجيبين وهم موجودين والشق الثاني إذا أحد الأطراف غير مستجيب نعم الشق الأولي إذا الطرفين موجودين لازم بعد الانفصال يكونوا في جلسة تفاهم أننا نحن نحن ما اتتفقنا نحن مفصلنا بس بيننا أبناء هذين الأبناء يحتاجون مثلا متابعة من الأب يحتاجون متابعة من الأم يحتاجون اهتمام يحتاجون للرعاية والأمان يحتاجون لبعض الاحتياجات الموجودة في المجتمع مثلا أبنائي في المدرسة أبنائي في زيارات العائلية هذا عنده أهل من صوب أبوه وعنده أهل من صوب أمه يعني أرحمة لازم يتواصل معاهم لازم يكون قريب منهم صحيح للأسف بعض أوليها الأمور مثلا يكون الأب يبايع عاند الأم يمسك الأوراك مثلا باتشربة سجل في المدرسة لا ما بعطيكم الأوراك طيب أنت الحين تعاند نفسك ولا الأم ولا الأبناء ليش تضيع مستقبل ولدك مثلا وتضيع عليه مثلا سنة دراسية كاملة ما لذنب فنحتاج نحن أن الأمور الحياتية احتياجات الأبناء هذه تمشي بشكل سلس ومستمر في حال أن أحد الأطراف غير مستجيب نحن دائما نعطي مثال للطيارة الطيارة نقول في حال لا سمح الله أن محرك واحد اخترب في الجو المحرك الثاني يوصل للطيارة بأمان تمام فاليوم خلنا نقول أن المحرك اللي كان الأسرة تشتغل محركين الزوجة والزوجة محرك واحد تعطان المحرك الثاني عند القدرة أن يوصل الأسرة بأمان يعني للأسف وايد نسمع أن والله لأن أبوهم محد أنا ما أقدر أربيهم لأن الأم مش موجودة أنا ما أقدر أربيهم أنا أقول إذا الطرف غير مستجيب أو ضرر وجوده أكبر من نفعه لا أكمل روحك صح بيكون في جانب من النقص صح بيكون بعض الأشياء مش موجودة بس لا تقدر أن تتكمل وفي نفس الوقت لا تستشعر النقص يمكن أخواتنا وايد يكون عندما منا عشان ما يقولون قسرت يا عيالي فأنا أعطيهم كل شيء عشان ما يقولون أن يوم غاب أبوهم الأم ما قدرت تتربي فتوافق على كل شيء وتعطي كل شيء عشان ما يحسون بالنقص كذلك عشان ما يحسون بالنقص هذا غلط على الفكرة يعني نحن نربي أبنائنا بالشي الصحيح بالتربية الصحيحة بالاحتياجات الصحيحة في الوقت اللي لازم نكون حازمين نكون حازمين في الوقت اللي نحن نعطي أمان ومشاعر وحب وعلاقة أسرية سوية لازم نعطيه في الوقت اللي لازم نقول لا لازم نقول لا لازم نتأكد أن في مثل هذه الظروف اللي تربى في تربية سوية يقدر يتحمل أكبر المصاعب بس اللي تربى أنه عشان ما يقولون عشان ما يحس بالتكسير هذه يوم بيكبر هذه التربية بتكبر معاه والنقص اللي بيشعر فيه وهو كبير أكثر من النقص اللي بيشعر فيه وهو صغير نعم ربما الانفصال بيغير أشياء كثيرة أو يحدث تغيرات كثيرة بالنسبة لحياة الطفل ربما خلال الانفصال يتغير مكان المعيشة المنزل ربما حتى المدرسة اللي هو فيها تتغير صحيح وأقرانة أو أصدقاء كذلك يتعرف على أصدقاء جدد يصاحب أصدقاء جدد كيف ممكن أن نعود الطفل على هذا التغير نمط الحياة يمكن أن يتغير بالنسبة للطفل كيف يتكيف الطفل صحيح نحن نرجع لنقطة التهيئة لما نحن نهيئ الشخص مسبقاً ونسمعه شو وجهة نظره يعني مثلاً لما يقول ليش غيرنا بيتنا أو ليش ما نغير من درستي أنا هني متعود على ربعي نحن نبدأ نهيئة أننا نحن اليوم نحتاج أن نحن نغير بيتنا خلنا نقول بعد ما استوى الانفصال هناك عد بيت يدك مكان أقرب مثلاً أو في ناس موجودين ويأنا المدرسة هناك أنت بتتعرف على أقران يدات بيضربوني لا ما حد بيضربك أنت مثل ما هني عندك ربع هناك بيشتوي عندك ربع لما هو يبدأ يعبر عن المخاوف اللي موجودة بداخله خاصة صغار أو عن الأشياء اللي هو رافضنا سهل علينا أن نحن نحل أو نتعامل مع هذه المشكلات بس إذا نحن نينا وفرضنا عليه ما بنقدر نتعامل معها بتطلع النتائج في سلوكيات أخرى يعني مثلاً بيقول أني أنا مريض اليوم ما قدر أسلم درسة درجاتها بتكون نازلة ما بينتبه بعض الأطفال يسيرون أن ينامون صحيح حتى الإدارة تشتكي تقول والله هذي يني نايم ما عندي شيء هو يكون هروب هو يهرب بطريقة معينة متى نحن نقدر نحل المشكلات تعال ويرس وياه أفتح وار وياه كثير من الأحيان نسأل أولياء الأمور متى آخر مرة تكلمت مع أبناك في موضوع مثل هذا لا هو شو عرفه كيف شو عرفه هو إنسان عنده فكر عنده مشاعر أنت تربيه يشوف حداث الحياة عايش هذا الواقع فأنت لازم تفتح وار وياه لما يتغير الوضع لازم تحط الحدود للأسف كثير مننا نحن ما يحط حدود ويخلي كل شخص يدخل في حياتهم يعني مثلا أنا لازم أعلم أبنائي شو الموضوع اللي تسمح فيه إن حد يتكلم فيه معاك وشو الموضوع اللي ما تسمح لحد تقول لا لا تتكلمني في الموضوع نحن ككبار شو الموضوع اللي نسمح اللي الكبار يتكلمون فيه مع أبنائنا وجدام أبنائنا وشو الموضوع اللي ما نسمحها يعني مثلا أنت عندك ملاحظة على أبو أنا ما أسمح لك تتكلم جدام أبنائي حتى لو أبوهم غلطان أو عندك ملاحظة على الأم لا لا تتكلم على أموهم جدام أبنائي حتى لو أم غلطانة نحط هذه الحدود نعرف نقول لا نعرف نتدخل في الوقت المناسب كثير من الأولياء الأمور يشوف الغلط جدامه والأبن يكون حاير يتريل أو ينتظر قرار من الأب أو الأم يكونون ساكتين متى يبدأ الكلام متى تبدأ المحاسبة يوم نرجع البيت الموقف طاف عليه ساعات أو طاف عليه يوم يومين لا إذا يحتاج تدخلك في نفس الوقت تدخل في نفس الوقت لا يجب أنني أن أفعل و أضرب و أخسر الناس لأمامي لكن مثلا أقول له هذا الموضوع نحم التفقين بيني و بيني العيال خلاص منتهي نعم كيف يعني ما تبعو أننا ندخل لا نحم التفقين ليس بأنني أنا ما باكت تدخل أو مثلا أقول له لو سمحت هذا الموضوع ليس جدا من العيال فمتى ما حطينا حدود متى ما حطينا النظرة الإيجابية والصورة الإيجابية ما يصير أننا نشوه الصورة مهما كانه سيئ أو هي سيئة بعض الناس يقول أنت تتكلم عن المثالية أنا ما أتكلم عن المثالية أنا أتكلم كيف أتعامل مع أبنائي و في النهاية هذا أبوه ولا هذه أمه اللي هو ما لغنى عنهم صحيح ومطلوب في ديننا الحنيف أنه يكون بار فيهم الحمد لله فأنا كيف أكون بار بأبوي ولا بأمي وفي شخص يوميا يوصل لي فكرة أن هذا الشخص سيء هذا الشخص ما سوى له نعم أنا أبا صلت الضوء كذلك على العلاقة ما بين الأسرة الأم والأب وكذلك المدرسة أو البيئة المدرسية والتعليمية هل لي المدرسة لابد أنها تكون على دراية بالأحداث التي تحصل في المنزل على سبيل المثال إذا مستوى الدراسي لدى الطفل انخفض على سبيل المثال هل تتواصل المدرسة وكيف تتعامل إذا عرفت أن هناك انفصال بين الأب والأم مع من تتواصل وكيف طيب في موضوع المدرسة ضروري أن المدرسة تعرف أن هناك مشكلة في البيت وهذه المشكلة مأثر على الأبناء طبعا بدون دخول في تفاصيل يعني ليس لازم أنا أبدأ من بداية القصة إلى نهايتها بس أنا أقول أن مثلا في مشكلة في البيت وصار انفصال وفي تأثير على الأبناء لذلك من نفسيتهم هذه الفترة متأثرة أول شيء الحمد لله نحن في دولة الإمارات في دولة خير مدارسنا فيها ناس تربويين على مستوى عالي فيها أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يتابعون حالات الأبناء متفهمين بشكل كبير لهذه الحالات النقطة الأساسية أول شيء بيكون في مراعاة من المدرسة وفهم لوضع الطفل هذا الشيء الثاني فيه أحيانا يكون مثلا الأب حاضنة والأم حاضنة فما يصير أن الطرف الثاني يومي مثلا ينشيل الأبناء ويتعامل معهم فيه قوانين ملزمة في الدولة فيه إجراءات متفق عليها مسبقا رؤية المحظون كيف تكون وشو أوقاتها لازم هذا يكون فيها خبار للمدرسة نعم ولازم المدرسة تكون حازمة في تطبيق هذا الشيء يعني مثلا اليوم إذا أنا صرت وكلمت المدرسة أنه فيه انفصال في الأسرة وأنا الحاضن أو الأم هي الحاضنة يطلبون مني الأوراق الرسمية اللي تثبت كلامي مش بطريق شفاوي فقط طيب أنتوا لما يبتوننا الأوراق الرسمية هذه في حال صار شيء التواصلكم مع من لازم نجدد البيانات وأرقام التواصل طيب كيف بيكون توصيل الأبناء وأخذهم من المدرسة هل ولي الأمر مثلا يحق لأنه نحن نتبع الإجراء الموجود ما نتحرج وفي نفس الوقت نحن لازم نعرف أن المدرسة مؤسسة حكومية رسمية تحفظ بياناتنا وأسرارنا ما راح تطلعها لازم هذه الخصوصية تكون موجودة فضروري التواصل بين الأسرة وبين المدرسة وكل طرف يكون مكمن للثاني ربما يكون الأب هو الحاضن مثل ما ذكرته ربما تكون الأم هي الحاضنة الطفل يروح عند الحاضن سواء كان الأب أو الأم ولكن عندما يكبر الطفل ويدخل هذه المرحلة مرحلة المراهقة ربما يختار أحد الطرفين أو ينحاز إلى طرف دون الآخر ففي هذه الحالة ممكن أن تحدث خلافات كذلك صحيح نتكلم عن هذا الجانب قليلا شوفي الاختيار غالبا يكون يعني أنا أحيب ما أتكلم عن القوانين لأن القانون واضح ومعروف لكن الاختيار يكون عند الأبناء للطرف الذي يشعر بالراحة والثقة تجاهها صحيح دائما المشاعر الأسرية مات باللزام والأجبار أنا ممكن أن ألزمه وأجبرا أن يكون عند الحاضن نعم بس هو مرتبط مثلا في الأم أكثر أو مرتبط في الأب أكثر وين يكون هذا أنت تبني هذه العلاقة أنت كولي الأمر من خلال تواجدك معه من خلال فهمك له من خلال استماعك اليوم نحن في كثير من الأسر الأب والأم مثلا أنت موجودين بس العيال في جانب أو ريال الأمور في جانب انشغالنا بالتكنولوجيا انشغالنا بالأشياء الثانية متى ما كنت أنت متواجد معهم متى ما أنت صنعت ذكريات إيجابية في خيال أو مخيلة أبنائك متى ما أنت عندك أحداث بينكم بينهم تسمع لهم تستوي صديقهم ليش نحن نميل لأصدقائنا بشكل كبير لأنهم فاهميننا يسمعون لنا يعطونا مساحتنا طيب أنت كولي الأمر هل فهمت هل عطيت مساحته هل أنت استويت قريب منه لما يستوي الطفل يوصل لمرحلة المرهاقة وعنده القدرة على أن يكون عنده موازنة الأمور واتخاذ القرار فيها إذا أنا استشعرت أنه ما يميلي المشكلة فيني أنا وليس فيه هو المشكلة أني أنا ما بنيت هذه العلاقة معها المشكلة أني أنا ما توصلت إياها المشكلة أني أنا ما رسخت طيب فات الأوان؟ لا ما فات الأوان راجع نفسك أكيد راجع نفسك شوف شو الشيء أو حتى أسأله بشكل صريح قل له أبويا أنت ليش ما تتوصلوا إياي شو اللي شفت علي أنا أو شو اللي مزعلنك لازم نتحمل ترى اللي يسأل في هذه الفترة أو في مثل هذه الظروف لازم يتحمل ردة الفعل إذا تحس نفرجتك ما بتتحمل ردة الفعل أفهم هو شو الرسالة اللي يطرشها بطريقة غير مباشرة أستاذ عبدالله درويش مدرب تنمي بشرية شكرا لك على حضورك وعلى هذه المعلومات القيمة والمفيدة شكرا شكرا أعطيك العافية حياك الله الله يسلمك يا فيك